بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي لكل المواطنين وعاجل تدخل المخابرات العامة المصرية مع أمريكا الآن لحل هذه القضية الدولية الطارئة والأفة الثاني لأردغان في المتوسط يتراجع ويستسلم وعاجل ورد إلينا صدمة تنشرها وزارة الخارجية المصرية وكارثة كبيرة تم نشرها وننشر لحضراتكم تفاصيل هذه القضية في مصر وعاجل جدا انفجار ضخم جدا يضرب البلاد في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا آي إي بي الإخبارية قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسكروا الله يا جماعة الخير قبل ما نبدأ اشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو انزل دلوقت اضغط على زرار الاشتراك عشان يجيلكم كل جديد والضغط برضو على زرار أعجبني عشان يجيلكم فيديوهاتنا أول بأول وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اللي بيحب مصر ووطني انزل يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل أكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو رجالة وطنيين وقدها تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معانا وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي لكل المواطنين قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين علمنا أيضا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلماته وينتصر في النهاية وتابع قادرون على حماية الوطن وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات وأشار الرئيس إلى أن مصر وهي تحتفل بذكر انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد لألاف السنين مستلهمة من عظمة ماضيها نورا تسير على ضربه لتحقيق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة التي تطلع إليها شعبها وأكد أن الأطماع في مصر لم تنتهي وأن التهديدات تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لن تقل موضحا أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم لنه وقال إن الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب التوقف أمامه متابعين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قادرة لنقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر ده كان كلمة الرئيس السيسي وطبعا كان بيوجه فيها كلام مهم جدا بخصوص الأوضاع اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وعاجل جدا تدخل المخابرات العامة المصرية مع أمريكا الآن لحل هذه القضية الطارئة ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار لها متابعين الكرام يريد تنزلوا تضغطوا على زرار اللايك وزرار الاشتراك الأحمر عشان توصل لكم فيديوهاتنا أول بأول نشر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند صورة له مع سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة كوهين بحضور مدير المخابرات المصرية عباس كامي وقال نورلاند في تغريدة له على موقع تويتر أجريت أنا والسفير كوهين مشاورات مثمرة مع مدير المخابرات العامة المصرية حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي والتوصل لتهدئة حقيقية في ليبيا وكان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي والمستشار عخيل صالح في القاهرة مشيدا بجميع الليبيين الداعمين للحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة المصدر كان من وسائل إعلام مصرية وهنا نعرف دور المخابرات العامة المصرية المهم في حل القضية الليبية ورجوع ليبيا ان شاء الله آمنة مرة أخرى تعالوا نشوف الأفة الثاني لأردغان في المتوسط يتراجع ويستسلم تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر العاجل مع بعض انسحبت سفينة التنقيب التركية من موقعها قبالة السواحل القبروسية واتجهت شمالا نحو الموانئ التركية لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبروس كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية الخطوة لاقت ترحيبا من الاتحاد الأوروبي وبحسب هذه المصادر فإن سفينة التنقيب التركية التي انسحبت وتحمل اسم يافوز كانت تتواجد في البلوك رقم 6 من المنطقة نفسها المتنازع عليها بين قبروس وتركيا وكان يفترض أن تبقى حتى الثاني عشر من هذا الشهر لكنها انسحبت قبل ذلك في مؤشر على تخفيض محتمل للتوترات من جانب طبعا أردغان وقد وصلت السفينة المنسحبة إلى مرفأ تاسكو بإقليم مارسيني التركي صباح أمس من جهته رحب الاتحاد الأوروبي بسحب تركيا لسفينة الحفر يافوز في المنطقة التي كانت تعمل بها بجنوب غربي قبروس بحسب ما نقلت وسائل إعلام قبروسية ويونانية وقال بيترستان المتحدث باسم المفاوضية الأوروبية نأمل في رؤية المزيد من التحركات المشابهة من جانب تركيا وغادرت سفينة تنقيب تركية أولى موقعها من جنوب غربي جمهورية قبروس لأول مرة منذ عدة أشهر مما يزيد من الآمال بتخفيف التوترات بشأن احتياطات الغاز الطبيعي بحسب ما نقلت صحيفة أحوال التركية وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبروس بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا وقال المسؤولون في نيقوسيا أنه لا يعرف الجهة التي ستتوجه إليها السفينة إذا استمرت السفينة في مسارها نحو الشمال ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات ولا تزال سفينة التنقيب التركية باربروس رئاسية في البلوك رقم 3 من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجنوب شرقي قبروس وستبقى هناك حتى السامنة عشر من هذا الشهر كما قالت مصادر عسكرية يونانية وقبروسية أشارت أيضا إلى أن البحرية القبروسية تراقب هذه السفينة عن كثب يشار إلى أن تركيا لا تعترف بجمهورية قبروس وترفض تنقيبها عن الغاز الطبيعي طالما أن قبروس التركية لا توافق على ذلك ولم يتم حل الخلاف بشأن الوضع الشامل لقبروس المصدر كان من صحيفة العربية هنا نلاقي بعد الضغط الأوروبي والضغط الدولي على رجب أردوغان بدأ أنه يتراجع ويستسلم للأمر الواقع ويسحب سفنه من المناطق الاقتصادية للدول المجاورة طبعا دولة زي مصر ما يفعش يعني معها حركة زي دي لأن للأسف معروف أن قبروس يعني دولة زاد جيش ضعيف ولكن لمقويها الاتحاد الأوروبي زي ما حضركم عارفين تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا والخارجية المصرية تعلن عن كارثة وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للخارجية وهو ضياع ختمة النسر أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقامي بوزارة الخارجية المصرية عن فقد البصمة رقم 13533 الخاصة بخاتم شعار الجمهورية وجاء هذا الإعلام في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة وقالت مصادر في الوزارة للوطن إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فائد للختم المفقود المصدر كان من صحيفة الوطن منتظر رأي حضركم في هذا خبر الهام والعاجل زي ما حضركم عارفين ختم النسر شيء يعني خطير جدا إن حاجة زي كده تضيع ولكن أدام فيه لي رقم تسلسل يبقى إن شاء الله الأمور هتتحل وخبر تاني مهم جدا معنا عاجل جدا انفجار ضخم جدا يضرب البلاد في ليبيا زكرت مصادر لشبكة سكاي نيوز العربية بوقوع انفجار كبير في موقع بمنطقة جنزور غرب ترابلوس ورجحت المصادر أن يكون مغزنا للذخيرة لإحدى المجموعات المسلحة في المنطقة في غضون ذلك تقدم تقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تقريرا شفاويا إلى المجلس وذلك في إطار دورته العهدية الخامسة والأربعين والتي تنتهي يوم السلساء المقبل على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا إلى المجلس في دورته القادمة في مارس 2021 جديري بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016 وبهدف منع المزيد من التظاهر في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة ربنا يسترى رب على ليبيا وأهل ليبيا الكرام وإن شاء الله هيجي اليوم اللي ليبيا تنضف فيه من جميع الجماعات المسلحة وجماعات الإرهابية من هذه البلد الشقيق تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وللأسف كارثة كبيرة تم نشرها وننشر لحضراتكم تفاصيل هذه القضية وهذه القضية يعني تتعلق بلعبة باب جي والقضية هي انتحار طفل بسبب لعبة باب جي موبايل أسف كان فيه برضو من كام يوم بالزبط طفل برضو ما بسبب لعبة باب جي أقدم طفل مصري على الانتحار شانقا داخل منزل أسرته بقرية إبراش التابعة لمركز شرطة مشتول السوء بالشرقية بسبب لعبة باب جي وكانت البداية بورود بلاغ لقوات الأمن بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية إبراش وتبين أن الطفل تخلص من حياته شانقا بسبب نهر أسرته له ومطالبته بعدم الاكثار في ممارسة لعبة باب جي جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوء المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة المصدر كان من وسائل إعلام مصرية يا جماعة الخير يا جماعة الخير ياريت ياريت تنصحوا إخواتكم الصغيرين وأبنائكم إن لعبة باب جي تبقى في الحدود يعني حضرتك ما تقعدش ابنك أكتر من ساعة على لعبة باب جي هو جيم باب جي يعني إحنا كناس كبار في ناس كتير كبار بيلعبوها لعبة باب جي تقريبا الجيم الواحد تلت ساعة فأنت أقول له ساعة يلعب ضرين وكفاية على كده ما يبقاش قاعد عليها طول اليوم تمام هو اللعبة بس اللعبة يبقى بالعقل مش نسيب أطفالنا تعب الساعات وتدمن حقيقي اللعبة دي وبعد كده نرجع نزعل بعد الشر لو حصل لهم حاجة فخلي بالكم لو سمحتوا لعبة باب جي يبقى بحدود في ساعات معينة ممكن ساعتين في اليوم ساعة مثلا كل فترة يعني ما بين ساعة وساعة مثلا ثلاث ساعات ويبقى لازم مراقبة من الأهل كويسة جدا وربنا يستر يا رب على إخواتنا الصغيرين وأولادنا يا رب طيب إحنا كده خلصنا مع بعض نشرة الأخبار كأنا معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا أي بي إن شاء الله يعني هحاول النهاردة طلع بس مباشر ولكن لو ما قدرت الشباهية نشرت أخبار عادي يعني فبحبكم جدا وبحب تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة